بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الشراط والمستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاصق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم 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 يا لطيف يا الله 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 يا لطيف يا 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 صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم 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 عليك يا خليل الله أسوالات والسلام عليك يا صفي الله أسوالات والسلام عليك يا خير خلق الله أسوالات والسلام عليك يا من أرسله الله أسوالات والسلام عليك يا من كرمه الله أسوالات والسلام عليك يا من علمه الله أسوالات والسلام عليك يا من اختاره الله أسوالات والسلام عليك يا سيد المرسلين أسوالات والسلام عليك يا إمام المتقين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا شفيع المدنبين السلام عليك يا رسول ربي العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها قسل غايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفعنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا الصم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تسرف عنا الطاعون والبلاء وتعسمنا من إنزال قهرك والوباء وتحجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون اللهم لا تآخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنزينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراهمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين